السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريمة قتل بشعة تهز مراكش قبل آدان المغرب شهد حي رياض العروس أحد أحياء المدينة العتيقة بمراكش جريمة قتل بشعة قبيل آدان المغرب في أول أيام رمضان راح ضحيتها فوقيد على يد زميل له في المهنة وقالت مصادر محلية أن خلافا نشب بين مرشدين غير قانونيين حول قطعة حشيش تحول إلى عراك عنيف انتهى بجريمة قتل بعدما استل أحدهما ثكينا ووجهه إلى عنق الضحية وبعد ارتكابه الجريمة لادى الجانب الفرار تاركا الضحية مدرجا في دمائه حيث عملت عناصر الوقاية المدنية على نقله إلى مستعجلات المستشفى الجامعي غير أنه فارق الحياة قبل الوصول إليها واستنفر الحادث العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان حيث عملت على تحديد هوية القاتل قبل أن يسلم نفسه قبل قليل من ليلة الأحد اشتركوا في القناة شكرا